السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والأخبار عاملين يا ربي كما يكون بخير في البديو تناه دكتور إبراهيم دوبيش هيكلمنا عن إلا خيرة عند السيدة عائشة رضي الله عنها مشاهدة ممتعة إن شاء الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عائشة الغيور هو عنوان هذه الحلقة نعم عائشة تغار عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تغار من فضليات النساء وتغار فضلها على النساء كفضل الثريد على باقي الطعام وتغار رضي الله تعالى عنها عائشة العالمة عائشة الفقيهة والمربية وتغار نعم تغار لأنها أنثى والغيرة فطرة في الأنثى لا تكاد تنفك عنها مهما كمل عقلها مهما بلغ شأنها وهي ليست سلبا ولا عيبا إلا إن تجاوزت الحد أليس صلى الله عليه وسلم يقول في الغيرة أتعجبون من غيرتي سعد فوالله لأنا أغير منه والله أغير مني من أجل غيرة الله حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولو لم تكن عائشة إلا واحدة من النساء لها مثل ما لهن من الغيرة والمنافسة التي جبلن عليها فيا ترى كيف كانت غيرة عائشة فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم له زوجات أخريات يقاسمنها العيش والحظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول زوجات النبي كما هو معلوم خديجة بنت خبيلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها خديجة التي تزوجها وعمره صلى الله عليه وسلم خمس وعشرون سنة ماتت قبل الهجرة بثلاث سنوات يعني استأثرت خديجة وحدها بثلثي عمره صلى الله عليه وسلم كزوج وتقول عائشة لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى مات وكانت منها أي من خديجة فقط الذرية للنبي عليه الصلاة والسلام الجميل أن كثيرا مما وصلنا من أخبار خديجة كان مما روته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عائشة التي تقول ما غرت للنبي صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه ما غرت على خديجة لكثرة ذكره إياها وما رأيتها قط لأنها ماتت قبل أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهذا من وفائه صلوات الله وسلامه عليه تقول عائشة ما حسدت امرأة ما حسدت خديجة وما تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن ماتت وذلك أن رسوله صلى الله عليه وسلم بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب كما رواها التلمذي وصححة كانت عائشة تقول عن خديجة إنها ما كانت إلا امرأة عجوز وإن الله أبدلك بها خيرا منها فقال صلى الله عليه وسلم والله ما أبدلني خيرا منها فقد آمنت بي حين كذبني الناس وأعطتني ما لها حين حرمني الناس وارزقت منها الولد وحرمته من غيرها فمن طهارة قلب عائشة من تعقلها من اعتدال غيرتها لا تجد في نفسها غضاضة من رواية فضاء الخديجة وشدة حب زوجها وثنائه عليها بل وحنينه صلى الله عليه وسلم لأيام خديجة ونقل ذلك لعموم المسلمين ليصبح حديث يتناقله الرواة على مر الأزمان تذكر عائشة أن أخت خديجة هالة بنت خويلد استأذنت يوما على النبي صلى الله عليه وسلم فعرفها بصوتها الصوت كصوت خديجة فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك صلى الله عليه وسلم فقال اللهم هالة قالت عائشة فغرت يعني غرت على النبي صلى الله عليه وسلم مجرد ذكره لخديجة ولأختها هالة لن تكن هالة وحدها التي يكرمها النبي صلى الله عليه وسلم بل حتى أصدقاء خديجة تقول عائشة يوما جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيتها فقال لها من أنت قالت أنا جثامة المزنية فقال بل أنت حسانة المزنية كيف أنتم كيف حالكم كيف كنتم بعدنا قالت بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله فلما خرجت قلت يا رسول الله تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال فقال إنها كانت تأتينا زمن خديجة وإن حسن العهد من الإيمان لم تمنعها غيرتها رضي الله تعالى عنها أن تروي للأمة أحداث خديجة وثناء النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة بل وفضاء الخديجة بل كانت عائشة تتعجب من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة ووفائه لها بعد موتها وفي أصدقائها أيضا كان وفي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني أصدقاء خديجة رضي الله تعالى عنها كانت تقول كان رسول الله عليه وسلم إذا ذبح الشاه يقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة فتأملوا جمال غيرة عائشة هنا قالت فقلت خديجة كأنها اعترضت لكنه اعتراض حب وإدلال فأجابها صلى الله عليه وسلم بطبيعته إني قد رزقت حبها عائشة أم المؤمنين أم المؤمنين ما أرقه من تبرير يفيض مودة وحبا ودلالا وحق والله لها أن يغار مثلها على مثله صلى الله عليه وسلم فأي عقل هذا الذي يحول الغيرة لقرب ودلال وعدل وإنصاف فالغيرة في الحياة الزوجية كالماء للوردة قليله ينعش وكثيره يقتل والحب الكبير يولد الغيرة والغيرة الشديدة تقتل الحب فلله درك يا عائشة فقد علمتنا كيف تكون الغيرة إيجابية هذه مواقف عائشة مع خديجة أما مواقف الغيرة عند عائشة مع باقي أمهات المؤمنين فالحديث يطول لعلي أذكر بعضها بما يناسب الوقت مثلا في قصة الإفك تروي عائشة كان صلى الله عليه وسلم يسأل أم المؤمنين زينب بنت جحش فقال يا زينب ما علمتي ما رأيتي يعني عما قيل في عائشة فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت عليها إلا خيرا قالت عائشة في وصفها في وصف زينب وهي التي كانت تساميني يعني تنافسني فعصمها الله بالورع أثنت عائشة على ضرتها زينب رضوان الله تعالى عليهن أجمعين وشهدت لها بالورع رغم أنها هي التي تنافسها على زوجها لم تخفي عائشة أو تكتم فضائل زينب بدافع الغيرة بل اسمعوها تنصف زينب وتصفها فتقول لم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقه وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدقوا به وتقرب به إلى الله تعالى ما عدا سورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة يا الله ما أحلاكي يا عائشة حدة سريعة يعني حدة سريعة الفيئة سريعة تلوم نفسها فيما صدر منها فترجع عن غيرتها هكذا وصفت عائشة زينب وتقول عائشة أيضا عن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث وقعت جويرية بنت الحارث بن المصطلق في سهم ثابت بن قيس بن شماس أو ابن عم الله فكاتبت على نفسها كانت امرأة ملاحة أي ذات بهجة وحسن منظر تأخذها العين أي إذا وقعت عليها عين تعجب بها من جمالها تقول عائشة ما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها اعتق بسببها مئة أهل بيت من بني المصطلق إذن أثنت عائشة رغم ما رأته فيها رضي الله تعالى عنها أيضا تروي عائشة عن أم حبيبة منت أبي سفيان تقول ذعتني أم حبيبة عند موتها فقالت قد يكون بيننا ما يكون بين الضرائر فغفر الله لي ولك ما كان من ذلك تقول عائشة فقلت غفر الله لك ذلك كله وحل لك من ذلك قالت فسررتني سرك الله وأرسلت إلى أم سلمة فقالت لها مثل ذلك يا الله أي نساء كنا رضوان الله تعالى عليهن حتى في الغيرة تصف عائشة أم المؤمنين ميمونة بنت الحارثة تقول أما أنها كانت من أتقان لله عز وجل وأوصلا للرحم وبالرجوع لبشرية عائشة وأنثتها هي بشر وامرأة غار كغيرها قالت مرة للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا تعني أنها قصيرة فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت لقد كانت صفية تغلب نساء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بجودة الطهي فطهت طعاما وأتت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكسرته عائشة غيرة وتنافسا فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالتعويض كما عند أحمد مرة قالت عائشة أين كنت يا رسول الله قال عند أم سلمة قالت ما تشبع من أم سلمة فتبسم صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ألا تخبرني عنك لو أنك نزلت بعدوتين إحداهما لم ترعى والآخر قد رعيت أيهما كنت ترعى يا رسول الله قالت لم ترعى تقول فقلت فأنا ليس كأحد من نسائك كل امرأة من نسائك قد كانت عند رجل غيرك قال فتبسم صلى الله عليه وسلم كانت عائشة بحديثها عن زوجات النبي تتحدث عنه صلى الله وسلم فقد علمتنا عائشة كيف تعايش النبي زوجا مع كل أزواجه بكل عدل بكل إنصاف علمتنا كيف كان صلى الله عليه وسلم ينتصر لصاحب الحق وإن كان من يناله من أقرب الأحباب فرحم الله عائشة كانت عائشة رضي الله تعالى عنها شديدة غيرة لكنها وقافة عند حدود لا منصفة تراجع نفسها ولعل أختم بالسؤال كيف استطاعت عائشة أن تسيطر على غيرتها وأن تجعلها غيرة إيجابية متزنة منصفة علم عائشة وإيمانها ذلها على الحكمة والعقد الراجح والذي هو أساس السعادة الزوجية اجعل الغيرة الزوجية وسيلة للتحبب والقرب فهي جميلة عندما تكون معتدلة ومصيبة عندما تكون مليئة بالشكوك والريبة ثالثا الخوف من الله مع الرضا بما قسم الله وقضى وتوطين النفس على قبول الأمر الواقع وحمد الله على كل حال يزيد من الأمن والسكون النفس للفرد رابعا تربية النفس والإكثار من الدعاء فلما قالت أم سلمة وأنا امرأة شديدة الغيرة قال لها صلى الله عليه وسلم وأما غيرتك فأدعو الله فيذهبها عنك خامسا وأخيرا الثقة بين الطرفين ضرورة وضبط العواطف والانفعالات مهم وثق أن المتضرر بالإفراط في الغيرة هو الغيور نفسه